عالمية في مسألة الإدارة والتشغيل اسماها ايه هنا؟ إدارة وتشغيل مش بيع اسماها إدارة وتشغيل مش بيع ما بيبيعش لهم بيع مواني ولا هم بيع مطارات ولكن عايزين استثمار عايزين ناس يبقوا موجودين مستثمرين عايزين ناس يبقوا موجودين مش هياخدوا المينة ويجروا بيه مش هياخد مينة ضمياط ويحملو ويمشي به ولا مطار يحمله ويمشي بيه يجي يدور ويستثمر ويشتغل ويشغل عماله و اهلا بلستثمار العالم كله و باشي كده دلوقتي كل العالم كده كالناس الشيك يقول لك اقطاع الخاصة ما تقول اقطاع خاص مصري عربي اجنبي يجي يقوله هتاخد الحاجة ببيع حاله ومش بتبيع ما بتبيعش الاصول بتاعتك بتحافظ عليها بتحافظ على اصولك وتحافظ على ارضك زي ما حافظت عليها بكل نقطة الدم مش كاي النهاردة اقول بيع ما بتبيعش محدش بيبيع هنا تعز السمار ولا مش عز السمار فاهل الوسائل بس اسمار تعال سيد الرئيس النهاردة بيطلع على كل حاجة بتتم كل حاجة بتتم وقدام حضراتك سيد الفريق كامل وزير بيستعرض طبعا التطوير العملية الخاصة بمنظومة المواني والموقف مشروعات ميناء اسكندرية ميناء الدخيلة الماكس الاوسط وميناء اسكندرية الرئيسي فيه اثنين ميناء في اسكندرية وايضا الساحات البضايع والبوابات والحاويات والمنظومة اللوجستية خاصة بالمواني والارصفة بحرية عايزين نفضل زي ما احنا مش عايزين لا انت فيه منافسة شديدة جدا في المنطقة فيه منافسة شديدة جدا على مين النهاردة اللي يكون عنده مناطق لوجستية ما لسه كنت بتكلم من اسبوع احنا مش هنبقى بوابة عبور للسفن وبس يبقى عندي مناطق لوجستية تقدم خدمات هي دي اللي بتدخل مش سبعة مليار اربعين وخمسين وتمانين ومئة مليار دولار هو ده الشغل اللي انت لازم تشتغل عليه مش هفضل قناة السويسي ايوة عظيم اعلى دخل سبعة مليار اخرهم سبعة ممكن يبقوا تمانية ممكن يبقوا عشرة لا انا عايز خمسين وستين وسبعين مليار دولار ومئة مليار دولار هيجيلك ازاي ده من مرور السفن ابدا هيجيلك من مناطق لوجستية ومواني تقدم خدمات للسفن اللي بتعبر عندك دي مئات وآلاف السفن هو ده الشغل ده اللي هيجيلك مليارات دولارات دي العوائد اللي يجيلك اي حاجة تانية يبقى ضحك اللي كنا احنا بنعمله بقالنا من ساعة القناة الحد النهار ده مئة وخمسين سنة هزار فكة شوية فكة انا بقولك شوية فكة اللي كانوا بدخلوا البنك المركزي من قناة سويس مئة وخمسين سنة شوية فكة ما طورناش ما طورناش عشان ندخل خمسين وستين وسبعين مليار دولار ما طورتش اشقاءنا في الدول المحيطة طوروا عملوا ميواني وتقولك ميناء كذا وميناء كذا طب انها هيبقى عندي اكبر ميناء موجود في المنطقة ميناء السخنة اكبر ميناء حدش عنده زينا كان ده يتعمل من تلاتين اربعين خمسين سبعين سنة كان بقى وضع كين نهاردة دخل سبعين ثمانين مئة مليار دولار مش سبعة مليار دولار كان مفترض الكلام يتعمل نهاردة يتعمل من التامينات ولا التسعينات ولا السبعينات ولا من اي وقت مضى يعني كنا الحقنا لكن بتعمل فيش دولة نهاردة حدش فيش دولة نهاردة يقولك انا ببيع الميناء بتاعي ببيع المطار فيش حاجة اسمها كده تبيعوا يعني ايه تبيعوا بملكوا اسم اللي هو ايه وجه السيد الرئيس بالاستغلال الامثل لكافة مساحات ميناء اسكندرية مشاءات الميناء والاستعانة بالخبرات العالمية في الادارة والتشغيل لتطوير الاداء وتعظيم الناتج لصالة عملية التنمية الشاملة في مصر ما هو اي اي فلوس بتيجي النهاردة لكل الكلام ده سيد الرئيس النهاردة اتكلم ايضا على الحواجز الامواج اللي موجودة فيه والممر الملاحي والتكريك ميناء دمياط كمان انت عامل حاجز ميناء داخل به عمق كبير في البحر عشان تعمل حاجز عشان ما يقصرش على الميناء كمان امواج والارتفاعات والفترة الجاية والوضع الجاية مناطق اللوجيسية في الميناء ايضا دمياط والسخنة لسه بكلم اهو والتطوير ميناء السخنة والمناطق اللوجيسية في الميناء والساحات الجديدة هو ده الشغل اللي جاي هي دي الفلوس اللي جاية لو اتبقى بتتكلم على دخل جاي جاي من ده هيجيلك من ده جزء من الدخل اللي جاي ما انت بتعمل مشروعات النهاردة عشان عايز تستمر كل حاجة وعايز يبقى كل حاجة عندك النهاردة تدخل فلوس البلد البلد ما عندهاش النهاردة تقعد انفاق 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 يجيلي عشان افضل اصرف على المشروعات اصرف على على حياة الناس هتجيب من اين هتجيب من اين هفضل كل شوينة الضرايب افضل كل شوية جمارك افضل كل شوية لازم عندك حاجات اخرى ما يبقاش كل شوية اقول ضرايب 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 لازم يبقى فيه حاجات تسلد الضرايب الضرايب لازم ما مقولش لا لازم الضرايب موجودة لكن هي كل شوية هو الحاجة الرئاسية ما لازم يبقى عندك بداية اخرى بالاضافة لدعم عشان البلد تفضل مش كل شو هنقول ايه مش حاجاتك بتقوله كفاية قروط طيب كفاية قروط بس ايه لازم يجيلك بداء القروط ما هو اللي عمال يهاجم وعمال يحارب وعمال يقولك بيبيعوا بيعملوا عشان تفضل حاجة عايشة على القروط طيب الدول مش عايزة تعيش على القروط مش عايزة هو القروط يعني بس هو انت مضطر ما عندك فلوس ما عندكش انت عندك دولارات يدوب اللي عندك يكفيك يدوب اللي عندك لاحتياجاتك فمش هاخد كمان دول عشان ما عندكش فانت لازمه عندك ايه جاية ما عندكش طول حياتك يعني مش النهاردة يعني الرئيس ما سألمهاش يعني خضراء ما سألمش لاحتياطه ده فيه خمسين مليار دولار يعني وضاع السلام لاحتياطه كان يدوب على الحروك روك يعني كان معنا السيد طرق عمر من سنتين هنا في هذا البرنامج من سنتين بالضبط كن راحين على شفاء افلاس في الفين وخمستاشر شفاء افلاس الفين وخمستاشر كانش عندك فكنت تعمل ايه عايزة تعمل ده وتعمل ايه ما تسابش يعني الخزائن مليانة اموال او مليانة تنمية يعني او معمولة تنمية يعني كان بتسابه خرابة بلد دي كانت خربانة النهارده اخبار البلد ايه اللي كانت خرابة في الفين واربعتاشر وخمستاشر والارهاب بيضرب في البلد ليل ونهار اخبارها ايه النهارده سابوا البلد ضمار ارهاب في كل مكان اللي النهارده موجود يجيوا الكلمة وقولك ايه ما انت بتتكلم النهارده عشان البلد بتتبني وتعمل تنمية وهكلمكم بعد شوية بعد شوية نشوف نشاط سيد الرئيس